السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسول الله وسيد مرسلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أخوانا الكرام طلابنا الأعزاء أسأل الله تبارك وتعالى أن نوفقكم ونصلح عليكم اللهم أمين يا رب العالمين بمشيئة الله تبارك وتعالى نتناول في هذا اللقاء إجابة الأسئلة على سورة القمر يقول الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة اقتربت الساعة وانشق القمر كل هذا من أجل ماذا من أجل أن يؤمنوا بالله وبرسوله ويؤمنوا بيوم القيامة فالسورة كالتي قبلها سورة مكية ويذكر الله سبحانه وتعالى فيها أخبار الأمم السابقة كي يتعزوا وكي يتنبهوا وكي يتذكروا عند استماع أخبار الأولين فلعلهم يؤمنوا ما المرد بقوله اقتربت الساعة قرب يوم القيامة أو قربة القيامة ما معنى إن شق القمر يعني من علامات قرب قيام الساعة أن القمر قد انشق ما معنى إن شق القمر إن شق القمر نصفين ما إعراب حكمة ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بدل مرفوع بدل من إيه ولقد جاءهم جاء فعل وهما مفعول جاءهم إيه جاءهم من الأنباء إيه ما ما هو دباء اللي جه ففاعل مرفوع هو دل جه ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر إيه اللي ما فيه مزدجر هو حكم حكمة بالغة بحكمة دي بدل مرفوع أو ممكن نعريبها خبر لمؤتداء محزوف تقديره هو حكمة يبقى عربها بدل مرفوع أو خبر لمؤتداء محزوف تقديره هو حكمة ما معنى بالغة؟ بالغة من الله إليهم أو بالغة نهاية الصواب ما معنى منهمر؟ منصب بكسرة وتتابع مية نزلت من السماء عشان تغرأ قوم نوح الذين كذبوا به منهمر منصب بكسرة وتتابع لم ينقطع ما المراد بالماء؟ فالتقى الماء على أمر قد قد ارتقى ماء إيه؟ ماء السماء وماء الأرض لأن ربنا قال فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونه وبعد كده إيه؟ وقيل يا أرض بلعي مائك ويا سماء وأكلعي بل مراد بالماء هنا ماء السماء وماء إيه؟ الأرض ما معنى كفر؟ جحد كفروا به دي معناها هي مش موجودة في كتاب معنى كفر مش كفر من اللي كفر؟ سيدنا نوح طيب من اللي كفر؟ هم قوم نوح كفروا إنما هو كفر ماشي؟ معنى كفر جحد جحدوا به وأنكروه كفروا به من المكفور؟ سيدنا نوح عليه السلام لماذا جعل مكفورا؟ لأن النبي نعمة من الله ورحمة فكأن نوح نعمة مكفورة ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة فالأنبياء كلهم رحمة فهم جحدوا بهذه النعمة وكفروا بها فنقول نوح إيه؟ كفر وجحد تمام؟ إنما هم اللي جحدوا وكفروا دي معنى كفر ومن المكفور سيدنا نوح ولماذا جعل مكفورا؟ لأن النبي نعمة من الله ورحمة فكأن نوح النعمة مكفورة عليه السلام سين ثلاثة ما المراد بآل لوت؟ اللي هي إيه؟ كذبت قوم لوتهم بالنظر إن أرسلنا عليهم حاصباً كما قلنا هناك في صورة الزريات حجارة وفي النجم ومؤتفكاته قهوة فغشها ما غشه ما المراد بآل لوت؟ كذبت قوم لوتهم بالنظر إن أرسلنا عليهم حاصباً حجارة ترميهم فوق رؤوسهم إلا أهلا لوت؟ اللي أهلا لوت هنا البنتين anyب المراد بآلل لوت الوحى أتقول قوموا لوت لا المراد بآلل لوت البنتين اللي أمنوا أو من آمنوا معه يبلت استامة ومن أمنوا معهم ومن اعراب نعمة كما لكده إلا قال لوت إن الجنون بيسحر نعمة يبدأ بي تعلم مفعول لأجله نعمة ديت مفعول له أو مفعول لأجله ما فأدي التكرير كقول يتعالى فذوقكوا عذاب ونظر كل ما يذكر قصة نبي ومع قومه يقول فذوقوا عذابي ونظر للكفار اللي تعزبهم عشان كفار مكة يتعزهم يبقى ما فائدة قوله فذوقوا عذابي ونظر او معناها او يكررها لكي يجددوا عند استماع كل نبأ يعني كل قصة من انباء الاولين اتذكران والتعازان اتذكر يعني اتتعز وتذكر اتذكر والتعز خذ العزة والعبرة يبقى ليه يكررها لكي يجددوا عند استماع كل نبأ من انباء الاولين اتذكران والتعازان وان يستأنفوا تنبها جدد التنبيه جدد الاستيقاظ وان يستأنفوا تنبها واستيقاظا اذا سمعوا الحس على ذلك والبعث عليه بيحسهم على الايمان اتذكروا اتتعزوا استيقظوا تنبهوا من المراد بالجمع يقول ليه سيهزم الجامع سيهزم الجامع لما كفار مكة سيهزم الجامع ويولون الدبر ويولون الاطبار ينصرفون منهزمين طيب وضح السر البلاغي في السر البغالي تجي في اخر الصورة قوله تعالى يخرجون من الاجداس كأنهم جرادوا منتشر ايه السر البلاغي اللي فيها او نوع التشبيه ده تشبيه مرسل مفصل شبههم بايه هيخرجهم يوم الايام من الاجداس يعني من القبور كأنهم جرادوا منتشر ادي كأن اداة التشبيه وهما المشبه جراد منتشر هما كالجراد المنتشر تمام شبههم بالجراد المنتشر ده المشبه به بنقول ده تشبيه مرسل مفصل تمام حيث شبههم بالجراد المنتشر في الكسرة والتموج ده وجه الشبه هو طيب اللي بعد السر البلاغي في الكوليفة ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ده استعارة تمثيلية استعارة تمثيلية اللي هي تشبيه هيئة بهيئة شبه هيئة تدافق المطر من السحاب شاكل نزول المطر من السحاب كده بكسرة وبكوة شبهه بنصباب أنهار انفتحت بها ابواب السماء يعني المطر نزل من السماء المطر نزل من السماء كأنه أنهار يعني مش مطر عادي شبه نزول المطر من السحاب كأنه انصباب أنهار انفتحت بها ابواب السماء ده ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر طيب تنزيعوا الناس كأنهم أعجازوا نخل من قار الريح كاد بتيجي تاخد الناس دي وترفحهم لفوق وتقطع رأبيتهم وتنزلهم على الارض فأصبحوا شكل النخلة المنقلة عن المغارسة كأنهم أعجازوا ناخل المنقلة دونوا تشبيه مرسل حيث شبهوا بأعجاز النخلة بالنخلة المنقلة عن المغارسة وهي أصول بلا فرواع فكانوا كهشيم المحتضر كأسير البناغي ở l'a Eine كأنهم كهشيم المحتضر تشبيه مرسل او فكانوا كهاشيم ادي كيف اداة التشبيه هم اصبحوا كالهاشيم المحتزر قلنا الشيء المحتزر دي الشجر اليابس اللي الفلاح بيجمعوا ويضعوا امام البهائم بعد يمين شفيعا ويجيف حيث وشبههم بالشجر اليابس الذي يجمعوا صاحب الحظيرة لماشيته تمام دي سين اربعة الاسرر البلاغية اللي بتبقى في اخر الصور عشان لو عايزين تراجعوها تروحوا تراجعوها طيب سين خمس ما الحكمة من ذكر هلاك المشركين السابقين ايه الحكمة من ربنا بيذكر دله ليه لكي يتذكر ويتعز كفار اهل مكة فلعلهم يؤمنوا بالله وبالرسول ويؤمنوا بان يوم القيامة ايات لا ريب فيه ليتعز ويتذكر المشركين بل حكمة من ذكر هؤلاء الهلاك المشركين لحس المشركين لهم لحس كفار مكة على الايمان وان ياخذوا العبرة والعظة من هلاك السابقين يبقى نقول لي يتعزوا ليتذكروا للحس على ايمانهم الهم مين كفار مكة ياخذوا العظة والعبرة فلعلهم يؤمنوا اذا ما سمعوا عن هلاك الامم السابقة او هلاك المشركين السابقين ده الحكمة ودي السبب حتى لو مش مذكرة في الكتاب انت بتستشفها كده تمام طيب نيكي بعد كده عند السؤال اللي بنقوله في كل ايه صورة اذكر ما يستفد من الصورة قلتلك هتجمع الايات اللي انت فاكرها او متذكرها ويطلع منها جملة مفيدة او تقرأ ما يستفد من الصورة الوارد في اخر كل صورة اقتربت الساعة وانشق القمر اخبر الله سبحانه وتعالى عن ذكر علامة من علامات الساعة وهو انشقق القمر نصفه هذا يستفد من الصور بعد كده مثلا يخرجونها من الاجداس كأنهم جراده منتشر اخبر الله سبحانه وتعالى بان الكفار سيخرجون يوم القيامة من قبورهم مسرعين وشكلهم او هيئتهم كالجراد المنتشر المتفرق في كل مكاه تمام بعد كده ممكن نقول مثلا كذبا قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدانا وقالوا مجنون والزجر مثلا وكذلك سمودوا الجماعة دول قل كرر الله سبحانه وتعالى ذكر هلاك السابقين لكي يتطعز وكفار مكة لعلهم يؤمنوا تقول مثلا نجيانهم بصحر ان الله سبحانه وتعالى ينجي القوم المؤمنين من بين الكافرين ينجيهم من الهلاك من الهلاك اللي قال لوت النجيانهم بصحر صورة مليئة يعني انت بدك امثلة لتشغل دماغك وتجيب من اي آية ممكن تذكر مثلا الوارد في الكتاب زي مثلا تقول اخبار بمجيء الساعة زينا قلت لك في الاول عدم جدوى النظر لمن يتبع هواء ما فيش فايدة في الانسان اللي بيتبع هواء النظر والذكر هلاك المشاركين السابقين ما أثرش في الانسان اللي بيتبع ايه هواء وبيتبع شيطان الله سبحانه وتعالى وبخ المشاركين على ما هم فيه من الغفلة وعدم الاعتبار بهلاك السابقين وبخهم على كده تمام يبقى الحكمة من ذكر هلاك المشاركين وان لعلهم يتذكروا لعلهم يعتبروا لعلهم يتذكروا ولعلهم ايه يؤمنوا وحتى لا يكون لهم حج يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يوبخ الذين هم في غفلة ولم يعتبروا وإلى ذلك من الأشياء الكسيرة التي تستفد من الصورة الى هنا نقيقة توصلنا نهاية هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمكم ويفهمكم اللهم أمين لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر